حسيم حسيم يا حسيم حسيم انت مش سامعني؟ اهلا يا رحاب ازايك؟ مال دمك بقى تقيل كده بيه؟ خير انا عارفة اني نفسيتك تعمل بس لازم تخرج من العزلة دي تعال تعال لقعد معايا شوية على الاقل تخرج من حالتك دي؟ لا معلش ورايا شوية حاجاتك مش فرضي وراك ايه يعني؟ ورايا امتحنات بعد شهر ونص ولازم عالحق اذاكر ولم المنهج لفتنه انت؟ انت اللي بتقولي الكلام دي يا حسيم؟ لا دي حجة انت بتتحجج بها عشان متعودش معايا حسيم انا زعلتك في حجة؟ لا بصي انا قلتلك الصراحة عايزة تصدقيني اوكي مش عايزة انت حر عن ايه زك؟ ايه رأيت نخر سنة من النهاردة؟ ده في حتة فيلم نازل السوق جديد يهوس ساسبنسي يجنن لا مالش مش عايزة روح انتوا اللي واعزة ليه يا منال؟ لحنا رايحين مخصوص عشانك مش هاضح السلام عليكم عليكم السلام و بركاته يلا منال عشان نروح هنروح دلوقتي يا حسيم ليه؟ اه طيب تعالي معايا يا واحدة بعد اذنكم بصي بقى السنة خلاص هتعدي مننا لو ما ذكرناش لازم نركز و نذاكر عشان نعديه؟ يا السلام و منقمتك كلام ده؟ انا بتكلم جد ما بحزرش ايو يا حسين بس انا مش عايزة روحة دلوقتي طب ليه؟ ما عارفش يا حسين بقيت مخنوقة من البيت البيت بقى كايب قوي طيب حبيبتي ايه رأيك نطلع المكتبة نذاكر سوافة؟ و النبي حسين مطلب معايا مذاكرة دلوقتي خلاص تعالي معايا بس و هجبلك شاي و حاجة ساعة و هغديك كمان على حساب يا السلام كل ده عشان اذاكر؟ خلاص يسيدي اذاكر و اللي هوني مش عارفة يعني ازاي واحد من تجارة انجلش امشي معايا و انت ساكت يا لمدا و انت تعرفي يلا حبيبتي اهلا ازايك يا مانان؟ كويسة الحمد لله ازايك يا سلام اهلا وسلام عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله انت بتعملي ايه؟ مروحة خلاصت مزاكرة في المكتبة و مروحة خلاصة اه طب يلا باي 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 والسلام مين دي؟ يا السلام ايه مش عارفها؟ لا والله مش عارفة بس احس كده ان انا شفتها بلكده باشابع عليها هم سلوة بنت مرات بابا اه افتكرت طب يلا يلا بينا معلش ولا يهمك انا كنت مخمنة كده برضا بس لانا فعلا يا سلوة ما شفتكيش من كاتب كتاب بابا انت اساسا ما شفتنيش غير يومها اه فعلا حصل خير اهي بقى لك اختة تانية فانكمها فعلا يا سام سلوة تعتبر اختك ولازم تسأل عليها وتهتم بيها اكيد طبعا يا بابا انا يساعدني ان انا يكون اخوات ويساعدنينا كمان جد ولا فض مجالس نعم ما تزعلش منها تلوة انسانة بسيطة وترقائية وما تتكلم معاها ما تحسش ابدا انها جريبة عنك لا واضح يا بابا ايه رأيك يا حسان انا عاملة عشة خفيفة كوفتة مشوية وبطاطس محمرة وصلطة لازم تتعشى معنا لا مرسية انت اصلا انا لسه انت هتكسف تاكل في بيتك يا عم خلي البوساط احمدي ده احنا في بيت الاستاذ يوسف يعني في بيت الامة سيبك بقى من مرسي والكلام ده يلا يا ماما نحضر العشة اللي يقول حاجة يبقى لازم ينفذها وطالما قولنا حنتعشى كلنا يبقى حنتعشى كلنا مش كده يا بابا كده يا بابتي معلش ما انا كان لازم اخذك على الحامي كده عشان ما تعرفش تعتذر عموما اكل ماما هيعجبك قبل مش هرتاخر عليكم قدي ايه سلوى مهونة عليها الامور بعد وفاة المرحوم فعلا يا بابا تلقائيه جدا مهمة طمنني عنك انت عامل ايه انا كويس يا بابا مدومت جنبك باستمرار وانت راضي عني فانا متطمن واكيد يكون كويس خش يا فاطمة انا يا ام اهلا يا حسين ازايك يا حسين عملا يا سيد الحباهي نحمده على كل جيكوروك هترضلك كده لغاية انت هتفتلي حبسة نفسك الحبسة دي لغاية امتا امتا هتنزلي بقى لشغلك والحياتك تاني شغلي؟ انا في حاجة حرقة قلبي غير شغلي جابتلي المصايب غير شغلي جارتني كنت سبت الدنيا كلها تداعت في بعض ولا كانش راح مني اللي راح جارتني سبت الشغل والتجارة والمال غاره في ستين دا وكان رجالي ضفر الغالي اللي راح مني ياريت 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 بس با يا امي كفاية احرام عليك يا امي بقى امي يا حبيبي اول مرة تقولي كلمة يا امي تعالى حسين تعالى حبيبي ابنه وداني بيه قال الله يرحمه ما بيقوليش اللي يا امي يا نوراين امك ويروح قلب امك يحرقت قلب امك من بعدك يا ريان يا امي يا نورايني كفاية امي يا امي امي خسله وشك خشي تطميني على عياله على امراضه اللي كان بيحبه دا انت لو شلتي عياله من عياله او طبطبتي على امراضه دا يفرحه اكتر من اللي انت بتعمليه دا يا امي يلا حبيبي يلا دا انت كبرت العياله وكبرت البيت وطول عمرك قوية لعلمك بقى انت اللي مفروض تساعدين على اننا نصبر على فراغه يلا امي يا احمد هخليه ياخد راديو اوداه للدكتور احسن سوخنا شوي طيب يا مام ازاهر احمد جهن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم عليكم السلام ازايك يا محمد الحمد لله اهلا وسهلا خطوة عزيزة ازايك يا مام اهلا يا حبيبي ازايك يا تمت اه قصدي عامل ايه يا خل الحمد لله يا كويزة كتر خيرك يا ستة سرية انك جاي عشان تطمن على بنتك نبيلة انت اللي ازايك يا محمد الحمد لله يا كويزة ربنا يصبرك يا رب ستة اللي حسين انت اللي ازايك يا مبيلة كل اللي ببطنك عامل ايه اهو حيعمل ايه يعني اللي ببطنك ده نزمير يارد عمرك اطول من عمر يا مام انا كنت هقولك كده برضو طيب الحمد لله يا ريت عشان اسمه يفضل على لسنة طول العمر ده في قلوبنا مش في لسنة وبس وريني الامر ده بقى بسم الله الرحمن الرحيم دي بقى رضوة ولا رهام دي رضوة اسم الله عليك بس اصلها سخنة شوي سخنة؟ سخنة؟ ليه فيه ايه؟ يمكن تكون خدت شوية برت طب هاتي حاجة اللي فيها بيها واخدها للدكتور قوانا الاسترايح انتا يا ابني لما هيج احمد هو اللي حيوديها واحمد ليه يوديها عمامه موجود يوديه اه طبعا طبعا يا ستة اسرية هم اللي اتنين واحد اتفضل يا اساس حسين بس خد غطيها بس يا حبيبتي بس حالا هنروح للدكتور والله اقولك يا حسين طمني يا حبيب ان شاء الله كلمني عن مبالي حاضر يا ماما مش اتاخر عليك بس يا حبيبتي بس يا ماما بس ماما تحب تخشي تستريحي جوا في قط النوم شوي ماما 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 نعم في ايه؟ بقول لحضراتك لو تحب تخشي جوا تفردي دهرك شوي على السرير لا انا هافر الدهر يفوت يلا تصبح على خير ماما 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 بس يا حبيبتي بس ايه حسين بي ايه؟ خير البنت مالك اللي اما تتخدش يا محمده يا سخنة مستوى ايه خبر دي مالك ايه يا رضوة يا حبيبتي مالك انا مش عارف انت بتفرعهم عن بعض ازاي عاليا باش احنا خبرة برضو بقول لك ايه هتا شيلها على ما تفتح العربية خد يا سيدي ايه يا حبيبي مالك مالك بش بقول لك ايه ايه؟ بش انت خلها برضو اه طب ما تيجي معايا ماشي يلا يلا مش هتكليه يا خلق ما بقى حرام عليك؟ ماليش نفسها فط مال مالال فين؟ في قضيتها؟ قالت طالبت بسة في التليفون والرجل جابها لها لحد ايه احنا وخدتها ودخلت قضيتها طب بقولك ايه اتناع تحضريني الحمام حاضر منعناجي اهلا يا حبيبتي ازايك يا روح عامل ايه مالال الحمدلله يا ماما بس ايه زماني خده من درجة الكومدينة اللي انت عاوزها حاضر يا ماما على فكرة ايه مال اغير الاسود انت يا حبيبتي انت صغيرة على كده حاضر يا ماما مش تقولي لها ايه عايزة الفلوس ليه؟ هو انا عندي كان بنت عشان اقول لها عايزة الفلوس ليه؟ روح اتضر الحمام روح روح مش هتعرف تقولي لها لأ بعد كده مش عايزة حمام ولا عايزة زفت خلاص ارتحت كده؟ خلاص 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 ايه دي؟ حروح اوضبولك سلوة خسامي ازايك سلوة عامل ايه؟ الحمدلله اللي جالبك ادابة على الجانب بتتدور على حد؟ اه بدور على منالت مش شفتاش؟ لا مش شفتاش خالص النهارة بتلاقيها في المكتبة بتذاكر ولا حاجة؟ مين دي؟ ما انالت روح المكتبة لوحدها؟ تي بتحذري؟ دا زي ما كنتش أنا شدها من شعرها وزوقها زقق على هناك ما تروحش ياه؟ بقولك ايه؟ انتي وراك ايه دلوقتي؟ عندي محاضرة محاضرة؟ طيب مدتها ايه؟ مفروض ساعتين بس ساعات بتخلص قبل كده طب حلو قوي بصي انا عزبائك على المكتبة وانتي اول ما تخلصي محاضرتك تعالي حصليني على هناك من ذاكر سوا اقولك؟ انا هخلص محاضرة وكلمهم بالبيت لو وافق ان يقلع المكتبة حقا ولو مقفوش؟ يبقى مش هطلق عن ايه؟ حاسس ان انا في حلم جميل وخايف اصحى منه ياه معقولة انا ونبيلة في المكان الجميل ده ومتجوزين يا بلبلة انت الحاجة الوحيدة اللي انا اخترتها بقردتي اصراري عليكي هو اللي كان بي احسسني بكياني يشهد علي يا ربنا ان عمري ما حبيت ولا احب حد غيرك عارفة انا ما عندش عايز اي حاجة من الدنيا بعد ما اتكوستك ربنا يخليك لي ومحرمنيش منك ابدا ربنا يخليكي انت لي اقلل ان نفسي ربنا يقدرني علشان اعوضك عن الايام اللي استنيتيني فيها يا دي حبيلة سبتكي دي يا رب عبيلة انا عارف ان ماما طبعها صحب انا كل اللي طالبوا منك انت تصبري عليها طويلي بالك على شون خطري نبيلة رايحة فين يا بنتي انا دخل عند ماما شوي دلوقتي مش هتأخر يوم ومال ربنا يكبر بخطرك ربنا يصبرك ويقويك على اللي جاي ها قديني لمتلك كل حاجة شلت الهدوم الملونة اه خفيتها خاص انا ما خليتش هلال لسود خليت لسود والغوامي غوامي ايه يا وله مجنونة خرفانة انت انا خرفانة ومجنونة طيب كتر خيرك يا سيتي انا هلبس لسود لغاية لما موت خلاص خلاص ايابي كلها بقت سودة طيب بس على الاقل اللي ما تيجي تنامي ما تلبسيش يا سود لان ده هيتعب نفسيتك وحيجيلي الكوابيس الكوابيس بتجيلي وانا صحي ارتحتي بساعد خير يا ماما بساعد نور يا بنتي عامل ايدي الوقت قديني عايشة يا رب دايبا ربنا يخليك لنا يا ماما احنا ملناش غيرك دلوقت اخبر البناتي ايه الحمد لله بيبوسق داك انت فاطلك اديع الولادة يا خلاص ايهانة الحمد لله يديعني يا ماما ربنا يسهلها علي ربنا انتعك بالسلام انتولي زيك ربنا يجعلها ساعة سهلة عليك يا بنتي قادر يا كريم ربنا يسمع منك يا داد وحياتك يا ماما عشان خطره تخليكي جنبي ساعة ولادتي عشان حس ان رياض جنبي الخده برضو حتى بدي حتسبيني يا أمى اشتركوا في القناة